وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف السيد جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردنية ووزير الخارجية الأسبق سيد جواد بعد التحية قمة مصرية أردنية في ظل ظروف دقيقة وصعبة تمر بها المنطقة وتمر بها فلسطين أهم ما سيدور في المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن أعتقد أن الجدوى العمارة التي سيرتها في ظروفها هو أولاً التقوين الموقف في الدين وثانياً التشديد في الدين ديدها موقف مشترك بين البلدين حيث أن كل الوحي موقف قد عبر عن رفضه لأي تهجير الجزء السلسطينيين في بدا إلى أي من المصر أو الأردن الآن سيد حتان توحيد هذا الموقف المشترك أينهما وكذلك كيف يمكن استخدام هذا الموقف التوافقي مع الدول العربية الأخرى لتكون جبهة عربية تحول دون هذا الأمر في المستقبل الأيام أعتقد أن الجدوى العربية إذا رافقوا لهذا الأمر مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها من الذين عبروا عن هذا الأمر لذلك نحن بحاجة ماسة إلى هذا التوافق بين الزائمين والأمر الثالث هو أن هذا الموقف يأتي استجابة لمواقف الدول مواقف الشعوب الشعبين يعني المردني والمصري والذي عبر عنهم في الاجتماعات البرلمانية يوم أمس في الأردن واليوم في مجلس الشعب المصري أعتقد أن ذلك سيكون بحث للخطوات القادمة يعني ماذا سنفعل من أجل إيقاف النار إطلاق النار وهل هناك وسائل وكيف يمكن أن نبحث هذا الأمر يعني أعتقد هذه هي القضايا الأساسية نعم وطبعا التأكيد على أن الحل لكل الفروق المتتالية التي تجري ليس إلا حلا دائما شاملا عادلا يعطي رسمهم المحقوقهم على أرضهم الكارثية ويعطيهم حقا بإقامة دولات المستخدمة وبدون ذلك فإن الحروب ستبقى يعني شكو ملادها قائمة المنطقة لفترة طويلة نعم إلى أي مدى التنصيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله في توافق الرؤى أيضا حول القضية وحول ما يجب أن يتم اتخاذه من إجراءات سيكون له تأثير جيد وإيجابي على القمة القاهرة للسلام والتي استعقد يوم سبت المقبل أعتقد أنه أنهم أخرضوا الناس إلى القضية الفلسطينية وأنهم الذين مكتمون بها بسرعة أن لكل منهم حدود مباشرة مع القضية الفلسطينية ولأن كمان لهم مواقف تاريخية وهم الدولتان الموقعتان للسلام مع إسرائيل المنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك السلطة الفلسطينية وضعت في التدقية السلام ولكن أسرائيل تنقضها إذن لا بد من تأكيد على ضرورة توحيد الموقف العربي في الدول الأخرى ومعرفة الضغط على إسرائيل لكل الجاعة بضرورة وقف الضغط نعرف قد تمادوا كثيراً في غيهم وفي قتل المدنيين والعسل وهذا أمر في الحقيقة يهيج الشعوب يهيج عن عواططها ونحن بحاجة إلى تستطيع التوافق السياسي في كل الدول العربية حتى نستطيع أن نتضرغ لعملية البناء وحلول الصديقة الاجتماعية التي واجهة مجتمعاتنا نعم أشكرك شكراً جزيلاً سيد جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف